ولكن جزيجو ميز نفسه كان عنده مفاجأة يوم مباراة سموحة ايوه انه هو جاله عرض من احد الدوريات الخليجية الناس تكلموا معاه انه هو هل مصيره مرتبط انه هو لو خسر مواطش سموحة ممكن يبقى فيه موافقة جزيجو ميز فاجئهم انه هو مصيره مرتبط بالاستمرار مع الزمالك لحد ما مجلس الادارة يقول له متشكرين وهو مركز جدا واحدة واحدة تفضل دلوقتي بترمي المفاجأة ما تقولهش كبه اهه يهوي يجرب اهه في الوقت تقوله زيبالك عنده مطش جزيجو ميز قبل المباراة سموحة كان عنده عرض اه من احد الاندية الخليجية تمام السعودية تمام اسم النادي اه الطائي الطائي شفت اصطوائي عارف انت ينقطق كده يديك نقطة نقطة فلنستيب شارع عامرجة بالله لاني جاي معاكس كونا فبعد المباراة رفض العرض ولا من قبل المباراة رفض العرض شكرهم على العرض شكرهم قال لهم انا مستمر معاناة زمالك مركز معاناة زمالك الاول ناس كان بتفكر هم عنده خبرات كبيرة في الدور السعودي من فترة شغله كمان مع التعاون طبعا والطائي كمان جوزي جوميز كان بيشتغل عليهم بشكل كبير وفي المطشاط اللي هي التنافس اللي ما بينهم هم عارفينه كويس وبتاعه كان عندهم ثقة فيه انه يقدر يساعدهم انه يخرجوا من شبح الهبوط لانه هم معرضين مهددين انه هم ينزلوا دور يوله فكان عندهم تفكير انه هم غيروا مدير فني واتنين كان عندهم تفكير ان جوزي جوميز يقدر يعمل ده في المرحلة الحاسمة هو الراجل من بداية دي السؤال عايز اسأله دلوقتي ان شاء الله وانا متفائل جدا 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 الزمالك هياخد الكونفودراليه وبإذن الله اعدي مبارات الزهام ان شاء الله بإذن الله فردا ولو واحد في المليون الزمالك موفقش قدام ناهد البركان ممكن جوزي جوميز يمشي ولا مكمل عادي لا ممكن يمشي ممكن يمشي اه اذا فالعرض مازالها مفتوحا لا اتقفل تماما اه اتقفل تماما وهو اوجه الشكر لقدارة الطاي على صقاتها فيه ان هي كانت حريصة على التواصل مع وكيل اعماله هو كمان التواصل ما كانش معاه بشكل مباشر اه وهو قال له لا اشكرهم جدا اقول له ان انا مركز بنسبة مليون في الماء مع الزمالك ما عنديش اي استعداد لاي تحرك خلال الفترة اللي جاية بالعكس انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انا اكسب الكونفدرالية واكمل وحقق مسيرة كبيرة جدا مع الزمالك انا عايز استمر في الزمالك لاطول فترة ممكنة لسه عندي افكار كتير بحاول اطبقها وكان منها من بينها كمان ماتش اسموحة ان هو بعد كده يبقى عنده مبارات متالية فكان عايز مثلا نشوف سيف جعفر ان هو بيقول ان في المبارات المتالية دي هحتاج كل اللعيبة اللي معاه في القايمة فدل في قايمتي فمحتاج ان انا اجهزه فلازم اعتمد عليه تمام